الحكومة العراقية مطبعة وإن لم توقع العراق مطبع وإن لم يوقع لا دقيقة سيدنا جار إذا تأذني لي إخي اسمحي لي يا أخوي اسمحي لي رحموا لا أحكي ألطي جلتي يلا ألطي جلتي العراق هذا العراق النظام السياسي العراق في الخانة الأمريكية الصهيونية شائع أم أبع بدليل هذا الدليل طائرات إسرائيلية قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل ويشرعن التطبيع مع إسرائيل في فقرة الزيارات الدينية المادة أربعة رابعا اثنين ثانيا روح يقرأيها هذه الزيارة الدينية يقول لك حطوها من وين يروح الزيارة الدينية وين يروح من ياخذ إذن ياخذ من السفارة الإسرائيلية فيزا ويدخل قبل في التسعة وفي التسعة شوفي بعد حرب سبعة وستين رجع لي ما هي دلالاتك على تطبيع الحكومة العراقية أي خلق أكمل واحدة منه القانون تجريم التطبيع نفسه نفسه هذا نفسه في الف وتسعمائة وسبعة وستين كانت هناك الأوقاف الدينية في الفلسطين المحتلة خاضعة للأردن بعد حرب سبعة وستين بعد حرب يعني الأيام الخمس ستة يجي موشي دايان آنذاك والألغى الدور الأردني اللي يريد يروح يزور المسجد الأقصى من المسلمين لازم يأخذ فيزة وتأشيرة من الكيان الصهيوني هذه واحدة اثنين اليهودي اللي ريكبو شنو تبادل تبادل زيارة التسينية زين اليهودي يجي هم يزور والمسيح يجي يزور هناك عندنا المراقض أو الجسمة ما هذا يا سيدة تحتيلي على المسلم السواب أنا داسئل على الحكومة بعدين انبوب العقبة شنو شغلة انبوب العقبة واحدة من مفاصل التطبيع مع الكيان الصهيوني انبوب العقبة هذا النفط لأنه الأردن مطبع مع الكيان الصهيوني وهذا النفط يطلع من البصرة تتعرفين والإيراني ترى فهمية وما تدري أنا راكيون رحت إلى إيران وقعدت مع القيادات الإيرانية وعلن من هسة من هنا والله العلي العظيم القيادات الإيرانية تعرف جيدا أن العراق مطبع مع الكيان الصهيوني وتعرف جيدا بالأسماء الأشخاص الذين لديهم علاقات في هذا الموضوع قالوا نعرف جيدا بأن هذا الأنبوب لأنه بكرة إذا افترضي شنة الحرب الواسعة يعني يستفترض إيران ردت على الكيان الصهيوني وردت على القواعد الأمريكية في المنطقة وهددت بإغلاق مضيق هرمز وأغلقت مضيق هرمز عندك أيضا أنصار الله يغلقون باب المندب هم مش سووا فتحوا طريق بري من الإمارات بحرين إمارات يعني منطقة خليج فارس إلى الأردن السعودية الأردن عفوا فلسطين الكيان الصهيوني هذا ممر بري لأن شغال هذا الشغال لمساعدة الكيان الصهيوني وتمرير البضاعة إليه لأنه أنصار الله أغلقوا باب المندب أو ضايقوه إيران إذا أتيت تغلق مضيق هرمز النفط من وين راح يجي راح يجي النفط من أنبوب العقبة هذا هو الخزفة